اشتركوا في القناة من الغذائي في تونس ككل والموارد الحيوية وللأسرة لذا واجب دعمها بقوانين وتغطية اجتماعية وتوفير مشاريع تنموية لتكون مصدر اعمار الأرياف وتقف حاجز أمام النزوح ثانيا عندي البيئة التحتية فعزلة بعض الدواوير وتنوير المسالك الفلاحية لمساهمة الفلاح للتنقل وما نصعبوش عليه الحياة اليومية ثالثا تركيز وحدة قرية حرافية للمهانين الصغر للصغار المهانين لتثمين المنتوجات الطبيعية والتقليدية للجهة ككل صنعة كل واحدة حرافية وكل واحدة وشنو تتمثل في خدمتها ثالثا لدينا مساعدة صغر الفلاحين للحفاظ على القطاع الحيواني وتحويل بعض المنتوجات وتصنيعها بالجهة كحليب وخضار وكل منتوجاتنا الفلاحية وهي نطرء حاليا للشباب الشباب الشباب والطرفيه احنا ينقصنا دار الشباب واكثر حاجة باش نخدموا عليها ان شاء الله هي ان الركزو دار الشباب خاطر دار الشباب باش تحليلي بارشة 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 ببين مع المرأة الريفية مع الشباب مع تكوين للمرأة الريفية باش معاش هي تمشي تعمل تكوين في بلاسة بعيدة يجووا يحاولوا يعملونا تكوين كي تبدأ عنا دار الشباب بالطبيعة ثالثا الرعاية الصحية الرعاية الصحية عنا مستوصف قائمة ذات لكن ينقصنا تبيب عنا ملكوفيد حاليا توا ثلاثة سنين نمشو فيهم معناش طبيب ما يجي ناشط طبيب للمستوصف ونحب نتطلق زادة لنقطة أساسية اللي هي المسالك الفلاحية وعنا برشة نقاط نقصينا في المنطقة معناش فرماسي معناش بعض المشاريع دوما الكل مش يكونوا في نطاق بعض المشاريع لصغار الشباب في الريف ينقصنا فرماسي تنقصنا روضة تنقصنا كذلك علش ما يكونش عن البريد النساء الكبار واجمعة الريتريت الكل هم يمشوا البعيد بيش يخذوا الريتريتهم بيش يعملوا بيقوموا بجرائياتهم حال في البريد ماذا بينا يكون عنا بوسطة كايوها المناطق الأخرى وشكرا شكرا كبير لأهلي في عبد جبار نشكرهم برشا برشا اللي يخرجوا ونقول لهم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تقفوا معنا في الدورة الثانية وشكرا ترجمة نانسي قنقر